عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا بوفد من شركة كير للمقاولات والصيانة وتم خلال اللقاء متابعة التنصيق الجاري بين الجانبين فيما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها وأشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة وجدية الحكومة في تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنية وترحيبها بجميع الشركات الراغبة في الشراكة مع الحكومة في المجالات والملفات التي تهم المواطنين مشيرا إلى أنه من بين الملفات التي تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص هي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية والمطورة لتحسين إدارة تلك المشروع